أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كما هو أعلى إلا ما أتذكرون الباب الذين يوفون بعاد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين سبعوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرقون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جلات عدن يدخلونها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل دار سلام عليكم لما صبركم فلهم عقب الدار والذين ينقضون هذا الله من بادي ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في لا غافرة لا متاع ويقول لهم كفرون لا أنيزل عليه آية من ربه قل من الله يضل من يشاء ويهدي إليه مننا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتطلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تركل وإليه متاب ولأن قرآنا سيرت من هبال وأن قطتهت من الأرض وأن كل مبيه الموتى بل الله لمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا ألو يشاء الله لأذى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم لما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم حتى ياتي معدو الله إن الله لا يخلف الميئات ولقد استوزئ برسل قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقوابا أفما هو قائل على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئون بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بذل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلع فلا له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الضاهر من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنها روكنا دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبب الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما شاءك من الحلم ما لك من الضاهر من ولي ولا واق ولقد رسلنا رسل قبلك وجعلنا لهم أجواجا وذرية وما كان لرسول أياتي بآية إلا بإذن الله لكل شريح من كتاب يدحو الله ما يشاء ويفبت وإنه أم الكتاب وإنا نرينك بعض الذين أعبوا أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب أولم يرى المانات مرضى من قصوى من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر شبيعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم كيفر من حقب الدار ويقول الذين كفرون استمر سلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لائك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول الله برسان قومه ليبين لهم طيب الله من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أنا خرج قومك من الظلمات إلى النور وذكروا بأيام الله كل في ذلك لآيات لكل صدار شكور وإذ قرب موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذن رجاكم من رأى لفرعون يسونونكم سوء العذاب ويدبحون ابناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لازلنكم ولإن كفرتموا إن أذابي لشديد وقال موسى إن تكفوا أنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا قيديهم في أفراهم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذبوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان المبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على من يشاء للعباد وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدى ناس بلنا ولنصبرنا على ما آبيتمونا وعلى الله فيتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مذلتنا فأوحى إليه ربهم لنهلك النظالمين ولنسكننكم الأرضا بديم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائي جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريض مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرمات اشتدت به الرياح في يوم آصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم